السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ان شاء الله البارت الثاني وان شاء الله سنشرح لكم عن history taking قبل ما تجيب الشرح أحب أنصح طلاب المرحلة الثالثة أو طلاب المرحلة الثالثة أو طلاب المرحلة الثالثة أو الثالثة ينزلون هذه التطبيق لأن كل شي راح يفيد من ناحية أنه تتدرب تأخذ history من ناحية أنه تشخص الحالات طول معلوماتك الطبية فهذا التطبيق كل شي راح يفيد وهو free وهذا التطبيق كل شي راح يفيدك فهذا التطبيق كل شي راح يفيدك فانصح ببداية تنزلوا وهذه المرحلة التي ستشرحها وهو ما أخذ من عنده جيد دعنا نأخذ مثال معلوماتنا meet your patient أسرنا سارة بروكس ولا ما أخذنا مالتها نساعد chief complaint سارة كان عندك أول ما جاءتي من المستشفى أو العيادة أو حسب المكان كان عندك أو أو هسا ما عندك حسب الميتينغ الميتينغ مالتك وياها فاش قلت لك هي قلت لك constipation and bloating يعني قبض وغازات زين دعنا نريد أخذ chief complaint chief complaint شوان راح أخذه لازم نذكر قاعدة مالتنا نحن نشريد من عندها duration وكلمة وكلمتين من chief complaint أو أكثر حسب يعني فهسا قلت لك هي chief complaint مالتها فأريد أن أخذ duration جد فسأورى مثلا أنها جد صار للقبض قالت لك هي nearly half a year و bloating them five months يعني تقريبا نفس الفترة ثيناتين يعني ثيناتين جو يسوه فأنا خذة duration duration زين هزا الكلمة أو الكلمة هي chief complaint هنأخذها متى ما راح يصير هزا هنا chief complaint شو راح يصير six month duration of infrequentification and bloating سأتجل ليش سوى constipation and infrequentification بالchief complaint بالPresident of Ness ممنوع تستخدم As the patient said مثل ما يقول لك المريض تكتبها يعني لا يستخدم diarrhea أو constipation مع المصطحة طبية ترجمها المعلومات الأصلي فالconstipation هي صارة infrequentification under bloating فهي chief complaint طبعا هاي تعتبر complaint واحد يعني كلمة واحدة يعني سأعدي كلمتين هنا و duration و كلمة و كلمتين خلاص حسنا نبدأ براحة نأخر على present illness هنا أنا هاي عراض مع constipation bloating وين توديني؟ توديني على GIT system فانا لو أرجع القاعدة من present illness نكونستريتهم ما هو ما ساني عندي عندي GIT system فانا راح أخذ من patient هو GIT history فنبدأ نأخذ من gastrointestinal history نسع السمتمات ما سوف أقوم بالغاسترنت أو شيء أسأل details of the symptoms مثل ما قلنا بقاعدة present illness بالفيديو السابق كل سمتم ذكرتلي حسنا عندي constipation bloating لازل أذكر الصفات ماتش detailed و شغلة ثانية أذكر relevant negative يعني شغلات اللي ضمن gastrointestinal history بس ما ذكر ليها الpatient أو سألت عليها يعني ما سألت عليها قوي لا حسنا الآن حسنا details of the symptoms constipation توقيت متى continuous و 2 times per week consistency of the seoul lumpy و associated with the sensation of anorectal obstruction حانا راح ترى present illness details of the symptoms البلوتينج ما قال لي عليه شيء بس duration حسنا حسنا أسانا ما أصبرها أسئل على vomiting الـ relevant negative أسئل على باقية السمتوم اللي ما ذكر ليها اللي هي abdominal pain vomiting abdominal distention أسئل عليهم هو أحد يجاوبني إنها يعني ساب التطبيق هذا راح يقول لي لا يعني فلن ذكر شغلتين آآ زين عسنا خلصنا تقريبا خلصنا present illness بس ذكرنا أنه relevant negative constructed on the dominant system ها والtime relationship هنا اللي قاعدة الأولى اللي ذكرتكم إياها بالفيديو السابق إنها ما أحتاجها يعني ما عندي في التلسلسل الأحداث هنا هي ستة شهر صار البلوتينج عن كونستيبايشن يعني ما أكو حد السبق حدث فجينا نتياس من نفس الوقت زين حسنا خلصنا في الناس بس الذكر القاعدة السابعة اللي قلتكم هي جمالية على الهيستري أو مو بالجمالية أهمية كل شيء الهيستري اللي هي نضيف risk factor بقى عدماتك فالريسك فاكتور مين تجيبه الرسك فاكتور تجيبه من الأمراض المزمنة اللي بي تسئلة على الأمراض المزمنة تسئلة على إذا أكو تراوما تسئلة إذا أكو ياخد دراج تسئلة على إذا تشعند الهوصبتاليزيشن أو سيرجري أو سوشيال هستري من السموكين من الكوهول فالسانة راح سأسأل سارة على السوشيال هستري نما نسألتها إش طلعتها إنترافينيس دراج يوزج يعني هذا هوبط الطبيب إنترافينيس دراج يوزج هذا ببحدة أن حيوديك له أمراض خاصة وكل ما راح يفيدك بالدياغنوزز فالريسك فاكتور ماتي إنه إذا أخذ مورفين مرتين بالأسبوع لمدة ستة شهر أوكي هذا الرسك فاكتور أنا راح فالسانة البالي لما قلت لي مورفين حربطك المورفين بالكونسيباشن أكو ربط إنه إحتمال المورفين حيصري كونسيباشن فكل ما راح تفيدني هالكيس عند خيبة نشخصتها يعني يعني إذا إحنا قاريها المعلومة فإن راح نشخص إنه يعني أوراق يعني مو اللي نشخص فاد مية بالمية أو نفيد رسك فاكتور عالي كلش إنه هو مورفين هو اللي يسوي الكونسيباشن وبعد شقالي بالهيستري إنه عنده دكريز لبيتو اللي هو دكريز سكشوال ديزاير زين حس حكت أنا برسل النس خلصتا بعد شون راح أكز به نبدي إحس إحنا بالرسك فاكتور هذه اللي هي الواجهة ماهي هي هذا العمودة أما بكل كاسات تلقوها بس إحنا الواجهات ماتي شون راح أقول A known case of morphine drug abuse for six months twice daily presented with six months duration of waiting and frequentification إذن أنا ضفت المقدمة للهيستري ماتي إنها ضفت للرسك فاكتور اللي هي قاعدة سابعة مثل ما ذكرناها و contemptمات الرواقق و ماذا فإن ذكرتها اللي هي الصفات اللي بيجي IT-System ما عندي هذي الشي اوك زيان قلي هو decreased Lipido لذلك ليش ما ذكرتها بالPresent Allness الذكروا القاعدة رقم أربعة أو ما تقرر في أن ستمتم طبعا سرح شوفوا في الفيديو اكوناس رح تحترى ضغلينه وهو مورفين لازم تذكرها انا عن رأيي نقولها نذكرها بالSystem Review هي ما يعلاقة بالجاعة لا يجد ذكرها اذكرها بالSystem Review يعني رح تفيدني مو ما رح تفيدني بس اذكرها بالSystem Review احسن مما هنا لان هي احتمال related to Morphine فتذكر بلو فالدكريات التي لا تذكرها هنا بالجاعة بالPresent Allness هذكرها اين؟ بالSystem Review هسه خلاصنا بالPresent Allness هسه هذا الPresent Allness لو تقرأ قدام أي دكتورة اي واحد دكتور رح يقرأ قبل رح يطيطي differential diagnosis كل شي رح يفيدك قبل رح يودينا على ال Investigation أو الExamination فالملاحظات عامة احسن إحنا ماذا كانت نجيه IT System بالPresent Allness لا تذكر ليها بعد بالSystem Review ها هي خلاصنا بالPresent Allness ومثل ما لاحظتوا انه ما استخدمه Medical Language ممنوع تستخدم هاته هنا لانه مثل ما هو ما رضي يقولك تقعد تنقل وملاحظة هاملوخ انه General System هما نعتكم اللي هي Fever و Weight Loss و Reigars و Sweating هذان السؤال تقدرون تطبقوها ويه الPresent Allness انا عن رأي انه اطبوك احسن لانتو راح تواجهون انه امراض هوا مثل ريطي 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 كارديو مرتبطة بالPresent Allness حتى اصلا بكم فاني عن رأيه انه تطبوك كل الPresent Allness قبش اذكرت اكتب الاخير There is no fever There is no Reigars There is no sweating وهكذا همينا راح تفيدو كل شوية وطلع لي استردوى ... حالة طبعا خلصتوا انشاء الله استفادتوا وشكرا وتذكروا انه ترى والهيستري هو ثمانية بيئة مدسين باقي على عشرين بالمئة فخلصت آني وإن شاء الله على الفيديو الثاني إذا مقاينة طايبين إن شاء الله نسوي فيديو عن كومنيكيشن عراقع بالأخاصة وشكرا جزيلا